الأستاذ الدكتور سمير كمال هيك دكتور محمد عوض أستاذ الدكتور محمد عوض يعني دكتور محمد عوض يعني شرف لي بردو أنا أقدم حضرتك طبعا الدكتور محمد عوض دايما بيقول محاضرات غريبة يعني محاضرات جديدة وكل الجديد في الطب عنده يعني هو يتكلم عن غلوكاجون وطيب 2 ديابيتس الميستيريس ستوري أو اللي هي الامبوسيبول ستوري أو الديفيكالت ستوري صح دي فيك بس هو كاتبها ميستيريس عشان تبقى ميستيريس فنتفضل السلام عليكم طبعا في الأول بيتوجه بالشكر لدكتورة لبنى وكافة أعضاء جمعية جنوب أو جنوب مصر أو سعيد مصر للغدد والسكر على الدعوة الكريمة يمكن دي تالت مرة أقول فيها المحاضرة دي في أماكن مختلفة وإنه هل يمكن بدأتها في السيارة الأمة من سنة وكانت دي بيت مع الأستاذ ميجاهد هل الجلوكاجون فرينت ولا فوي هل الجلوكاجون وعلاقته بإلدابيتس علاقة ذات شق هارموفول ولا هو في الأصل حاجة مهمة جدا لأداء البيتاسيل ومش بس أداء البيتاسيل ده زي ما هنشوف له من الأكشنز ما يدعو للاستغراب That's why العنوان The Mysterious Story يعني The story هو المحاضرة كلها عبارة عن story أي قصة في الدنيا لها بداية ولها مستر سين ولها end وهل الـ end في الجلوكاجون ما زالت مفتوحة هنشوف بعد شوية هنتكلم على discovery of glucagon and its importance هتكلم على الميتابوليك أكشن ويمكن كنت سعيد لما الدكتور أسامة خليل قال لي ديتوا الموضوع ده عشان يديل حد من الزملاء يجهزوا إدالوا glucagon revisited يعني كان فيه أستاذة من أسر العيني موضوحها في الـ discussion كان glucagon revisited معرفتش يعني إيه revisited الرول of glucagon في الباصوفيسيولوجي of type 2 diabetes هل هو problem ولا solution هو ده المين topics اللي أكلم فيها في النصف الساعة اللي جاي من هنا بداية المشهد بول لانجرهانس سنة ألف برضو عندنا مئة سنة glucagon إنما للأسف مش واخد السوكسي بتاع مئة سنة إنسولين البولانجرهانس ده راجل بتاع باصولوجي وبتاع فيسيولوجي وبتاع بايولوجي ديسكوفر إنه وي هاو آيلينز وي هاو سكاترد سيل موجودة يعني ميلي في التيل إنما برضو موجودة في الهيد وكانت وكانت هي رسالة الدكتوراه لإحنا لما بنجيب موضوع عدل لكانديد ونقول له روح اشتغل يقول لك ده أنا فقران ما حلتيش حاجة ده أنا غالبان بولانجرهانس وبيعمل الام دي سيسيس بتاعته اكتشف آيلينز وبولانجرهانس قد إيه العظمة بتاعة العلماء زمان وكمل رحلة الجلوكاجون والآيليند سيل سواء الألفا سيل أو البيتا سيل ألوت أو ساينتيست بدأها بولانجرهانس سنة 1869 والراجل الأخير ده بيسموه أبو الجلوكاجون في العالم روجر أنجر هذا الخواجة عمل واند إتس كوليج مارلين قالوا سنة 1922 سمو هذا البيتايد اللي بيعمل استيميوليشن أوف جلوكوز بوروداكشن الميجور ديفيندر أجينست الهايبو جليسيميا سموه جلوكوز أجونست ومن هنا جي كلمة جلوكاجون طيب واستمرت الموضوع هنجي نشوف بقى يعني ايه متابوليك أكشن ريفيزيت كلنا عارفين أنه الجلوكاجون بارت من مولوكيول كبير المولوكيول ده بيطلع منه جي اللي بي الله أيوة بيطلع منه جي اللي بي يبقى إذن طلبه هو مولوكيول واحد مصدر لإنتاج جي اللي بي وان والجي اللي بي تو والجلوكاجون يبقى فيه ما بين الاتنين يبقى لما أقول أن الجلوكاجون في يوم ما قد يستوميوليت البيتاسل توريليز إنسلين لا عجبة ولا استغراب في هذا الموضوع لأن أخواته الشؤة في المولوكيول بيعملهم نفس هذا الأداء ويمكن لنا في الأجزونتو موجولين هو ده أول موجول فكرني بحثة الديوال إنكريتين اللي بعد شوية طلع منها الترز بيطايد الجي اللي بي وجي آي بي أدي إزاي بيحصل من هذا المولوكيول يبقى هوا زي ما حقوقكم شايفين أدي الجلوكاجون مرتبط بالجي اللي بي وان والجي اللي بي تو اللي هم في العرف إنكريتين بيزد السراء هبرة عن تسعة وعشرين أمينو أسيد أهم مدور للجلوكاجون وأهم أكشن للجلوكاجون على الليفر وبالتالي بيستيميوليت the production of glucose from يأم glucose بيركيرسور لو الجي ليكوجين يأم non كاربوهايدريت مويت اللي هي الجلوكو نيوجينيسيس سواء من الفريفتي أسيد أو من الأمينو أسيد وبالتالي وبالتالي the most important physiological role of glucagon is to maintain glucose production especially during the fasting state مش بس كده ده كمان الجلوكاجون بيزود الليبوليس عشان يزود مصدر الفريفتي أسيد اللي هتروح للليفر عشان تبقى جلوكوز الله مش بس كده من ضمن الميكانيزمات اللي ريفيزيتد حديثا في آخر عشر سنين إنه برضو في relationship between the glucagon level and the glucose بمعنى كل ما كان الhigh glucose موجود كل ما كان لا داعي للجلوكاجون كل ما له جلوكوز موجود يلا بينا نشتغل جلوكاجون إنما على أرض الواقع ده ما بيحصلش ده أنا عندي حاجة مهمة جدا اسمها in appropriate hyper glucagonemia في الناس اللي عندهم type 2 دابي تستبلي هنشوف بعد شوية تفسير الموضوع the most important action للجلوكاجون كل ده during fasting states الميكانيزم عندي حاجة اسمها cyclic amb وبروتين كاينيز وإنزيتول fosfo diastereus ribos وي كل هذه الميكانيزم مسؤولة عن signaling of glucagon inside the liver الغلوكاجون is anti-obesity hormone وبالتالي هذه كونسبت جديد في الغلوكاجون ليه لإنه stimulate liposis مش بس كده ده لإنه الغلوكاجون بيشتغل على السطايت وبالتالي في الليفر بيأخذ الفري fatty acids اللي من circulation عشان يصنحها في صورة جلوكوز وكمان بيعمل breakdown of liver جلايكوجين إذن the most important revisited action للغلوكاجون هما دول في الغلوكوز metabolism glycolysis glucone genesis on lipid metabolism liposis and ketogenesis that's why انه الصوديم جلوكوز co-transporter 2 بما انها بتعمل subclinical rise في الجلوكاجون فبتعمله subclinical level من الكيتوزيس وهذا الكيتوزيس يمكن بيمثل جزء كبير من potential beneficial effect of صوديم جلوكوز على البروتين بيزاود الهيباتيك amino acid uptake عشان الجلوكوز genesis واهم اكشن انه تصابرس الفود intakes central part وبيزاود الانرجي expenditure مش بس كده الجلوكاجون له positive inotropic action له positive chronotropic action ويمكن قد التفسير انه برضو من الشق الاخر للجلوكاجون تاي يعني الجلوكاجون في عرف الضابيتيس حاجة حقا جدا طب ازاي هو problem problem لانه وده يمكن الجزء التاني من المشهد انا قلت لكم روجر روجر سنة 1975 عمل hypothesis جديدة اتنشرت في الانسيت وقال يا جماعة انه ضابيتيس it is not ionic hormonal hypothesis لا ده هو باي هورمون الميكانيزم واحد بيزيد اسمه الجلوكاجون واحد بيقل اسمه الانسولين بيقل يئم action يئم secretion يئم بوس وهذه كانت الهايبوس طلعت في هذا التوقيت وقال وقال يا جماعة انه جزء مهم من الباسو فسيولوجي of hyperglycemia that occurs among the apatics is due to insulin resistance الله وبما انه ارجع للفيسيولوجي تاني هو انا اثناء الفستن اعايز glucagon اثناء الباست absorbative state انا عايز انسولين الانسولين is the major inhibitor for glucagon alpha cell had an insulin resistant state that's why اثناء الباست في state انا عندي inappropriate hyperglycemia يعني لو انا فكيت الانسولين resistance اللي على alpha cell وخلت الانسولين اللي طالع من جنبها او الخلية الجار بتاعتها اللي البيتاسل يشتغل على alpha cell it will suppress glucagon وهذا لم يحدث وبالتالي the major cause for inappropriate hyperglucle is وجود الانسولين resistance على alpha cell ولهذا alpha cell resistance one of the major determents for the pathophysiology of type 2 diabetes together with beta cell failure together with incretine together with peripheral insulin resistance وقادي alpha cell crostoc alpha cell beta cell crostoc في لغة حوار مش بس كده ده أنا كمان عايز من الجلوكاجون انه لما البيتاسل تشتغل انه لما يكون في عندي hyperglycemia يدعم من اداء البيتاسل وبالتالي هي augment الانسول الانسولين سكرتري functions إذن الهيبر glukagonymia ذات أكير it is not a problem in the abates هذه البيتاسل from alpha cell insulin resistance طيب طارgeting glukagoon receptor family كلنا بنقول انه ليه الجلوكاجون في العرف قد يكون friend لانه الجلوكاجون increase glucose dependent insulin secretion alpha cell beta cell crostoc ويمكن الاسبوع اللي جاء عندنا CRM دكتور نابيل الكافراو هتكلم على تفاصيل هذه العلاقة وبالتالي انه when the beta cell is in action when the GLB one receptor agonist أو GIP الجلوكوز insulinotropic peptides comes into action على beta cell وجود الجلوكاجون في هذا situation في هذه circumstances قد يكون داعم لخلايا beta that's why we have triple agonist نحن نتكلم في triple agonist دلوقتي GLB GIP and gluca agon receptor agonist مش بس كده ده triple agonist ده هيواجه حاجات مهمة جدا يصلح comorbidities مهمة جدا في الضابيت اسألة وهي الناش أو الماش دلوقتي وبيحسن كمان البريفرال البريفرال انسولين ريزيستنس طيب ايه علاقة ال current anti-diabetic drugs بال gluca جون عندي علاقتين مهمتين الجي اللي بي والسوديوم جولوكوس كوتر انسو بورطر تو والميت فورمين وبالتالي هم دول التلاتة اللي لهم potential البروتكتف افكت على اللي بي اللي بي يقول لي ده انا عارف ان الانكريتين بيتصبرس الجلوكاجون لا مش كل الانكريتين ايوة الدبي بفور رقم واحد انما الجي اللي بي ريسيبتور بما ان هي شكل الجلوكاجون وطلع من مصدر واحد لها انترينزيك هايبر جلوكاجوني ابتيفتي تيبقى بالتالي بتعمل باستر بورتكشن بما انه بيزود الجلوكاجون عمل بوتينشال كارجيو رينال ميكانيز بيبقى جزء مهم من تحسن الكمبيليكيشن اف دبيتص قد يرجع الى الجلوكاجون المشهد التالت عشرين عشرين الرجل ده في الدبيتولوجيا نشر ريفيو كامل على الفا سيل ريجيوليشن اف دبيتا سيل وقال انه we have باراكراين فانكشن الجلوكاجون خلق ليساعد البيتا سيل ليه لان الانسولين ده اهم هرمون بيطلع من البانكرياس كل خلق لدعم البيتا سيل سواء الدكتال سيل او الاكسترا او الاكسترا دكتال سيل وعمل هذه الهايبوسوسيز وقال انه لما الجلوكوز بيعلى الجلوكوز بيعلى ايه بيعلى يبقى هاستيميوليت الانسولين انا عندي الانسولين الانسولين سيكريتوري جرانيولز في البوست الانسولين او البوست تتحرك عشان تطلع انسولين يبقى وجود الجلوكاجون في الهتة دي قد يكون داعم لأداء الجلوكاجون في البيتاسل الجزء التالت من القصة ان انا استخدم هذه الانسولين فارماسوتيكالي فعملت جلوكاجون فعملت جلوكاجون وحديث الساعة دلوقتي التريبل الكمبينيشن اللي هو الجي البي جي اي بي جلوكاجون عملت ايه عملت مولوكيول يحمل تلات قرون كل قرن من هذا المولوكيول بيشغل ريسبتور هو في الاصط يوني مولوكيول كومباون عشان محدش يتخيل ان هم تلاتة ملزقين في بعض ده انا خدت من السيكوانس اللي بيحرك الجلوكاجون ريسبتور وعملته عرب السيكوانس بتاع الامين الاسد اللي بيشبه البي عملته عرب واللي بيشبه عملته عرب فطلعت يوني مولوكيول ميكتير 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 يعمل اختيش بقى خلاص وطلع لي هذا التصور اللي موجود في هذه في الغردقة السنة الجان شاء الله سلام عليكم شكرا جزيلا سيد دكتور محمد طب